اشتركوا في القناة في هذه الليلة المباركة التي نستضيف فيها اللواء الدكتور عبد الودود القيسي ليلقي علينا محاضرة بعنوان قراءة في تاريخ الجيش العراقي في ذكرى تأسيسه الثالثة بعد المئة فليتفضل جزاه الله خيرا بسم الله صلاة والسلام على رسول الله إمام المجاهدين وقائد الغر المحجدين وعلى آله وصحبه أجمعين قبل أن أقول عن تأسيسه وانطلاقه في الحياة أقول كلمة مهمة كان هذا الجيش الباسل إرابيا وطنيا يؤمن بأنه من مؤسسة عسكرية وطنية ولم تكن هذه المؤسسة إلا وطنية ولم يكن هذا الجيش جيشا طائفيا ولا عنصريا ولا عشائريا واتسم رجال القوات المسلحة بالمواطنة الصالحة والفروسية والنزاهة والشجاعة تأسس هذا الجيش الباسل كما يعلم الجميع في ستة كانون الثاني عام 1921 ميلادية وكان تأسيسه من قبل مجموعة مختارة من ضباط الجيش العراقي الذين كانوا منتمين سابقا للجيش العثماني وكان أبرزهم الفريق جعفر العسكري وهو أول وزير الدفاع عراقي شكل أول فوج من المتطوعين العسكريين العراقيين السابقين وكان باسم فوج موسى الكاظم ببغداد تشكلت هذه الوزارة وزارة الدفاع بقيادة الفريق جعفر العسكري في أهد الملك فيصل الأول ووزارة عبد الرحمن النقيب اتخذت هذه القيادة قيادة القوات المسلحة وزارة الدفاع مقرها العام في بغداد وشكلت الفرقة الأولى بعدها في مدينة الديوانية القادسية كما نعلمها والفرقة الثانية مشات في كاركوك القوة الجوية بعد ذلك تشكلت في عام 1931 وتشكلت القوة البحرية في عام 1937 ثم تطورت هذه الصنوف والتشكيلات وكليات وقدارس المعاهد الجيش احتل جيشكم العراقي الباسل مرتبة متقدمة بين جيوش العالم والمنطقة وبدأ بالتوسع حال الانتخاب الأمير فيصل ملكا على العراق في عام 1924 تأسست أول كلية عسكرية عراقية وبعد أربع سنوات أي في عام 1928 تأسست كلية الأركان العراقية وعند إعلان العراق استقلالا وعند قبوله في عصبة الأمم في 131932 كان الجيش العراقي يتألف من فرقتين مشات ولواء حرس ملكي مع قوة جوية إدارية ونقل وللأسف أذكر للتاريخ حقيقة وجود ميليشيا تدعى جيش الليفي وهذا جيش الليفي حقيقة هو من الأشوريين من أبناء العراق القدامى والعراقيين من المسيحيين القاطنين في شمال العراق وهي كانت مرتبطة بالقوات البريطانية المتواجدة آنذاك في مدينة الحبانية إذا جئنا على القوة الجوية العراقية يعود نشوءها كما قلنا في 1931 عندما كان العراق تحت النفوذ البريطاني وتأسست أساسا عندما غادر بعض الطيارين العراقيين إلى التدريب في بريطانيا بطائرات بريطانية الصنع ثم عادوا إلى مطار الوشاش الذي يسمى الآن مطار المثنى العسكري حاليا طبعا الطيارين العراقيين كانوا خمسة وأذكرهم بالاسم وانظروا أنهم من كل العراقيين وليس هناك من الفئة الفلانية أو من الجماعة الفلانية محمد علي جواد ناطق محمد الطائي موسى علي ناصر حسين الجنابي وأخيرا حفظ عزيز استمرت القوة الجوية في مد تأسيسها بعد عودة هؤلاء الطيارين من بريطانيا وكانت الطائرات التي عادوا بها طائرات بريطانية الصنع أيضا وكانت حقيقة هي يعني كما كنت أعلم من بعض الطيارين وكان هو الذي يعرفه وكانت لي علاقة به هو حفظ عزيز لسبب من ما حقيقة كانت في ذلك الوقت بلغت ذروة قيادة القوة الجوية وقوتها حقيقة في معركة القادسية الثانية ضد العدوان الإيراني الغاشم واشتركت القوة الجوية قبل ذلك في جميع معارك الأمة العربية ضد الكيان الصهيوني الغاشم وكان لها دور فعال ومؤثر على الجبهة المصرية والسورية أما إذا جئنا إلى السمتيات وهو طيران الجيش العراقي فقد تأسست عام 1980 تتولى هذه الإدارة وقيادة صنف الطائرات وتعد منفصلة تماما عن القوة الجوية التي كان لها أدوار مهمة ومؤثرة في معركة القادسية الثانية ضد العدوان الإيراني الغاشم كما تعلمون ثم تأسست قيادة الدفاع الجوي وكان هذا بالتاريخ 1 شباط 1993 عندما أعود طبابتي العسكرية أقول أنها تأسست عام 1932 وهو عام استقلال العراق ودخوله أصبت الأمور المتحدة وكان شبكة التنظيم في بدايتها مستوصف الثقنة الشمالية بالكارنتينة إذا كان أحد يعلم في بغداد نسميها الكارنتينة والكارنتينة مقصود بها يعني حقيقة الحجر سميت الكارنتينة باللغة الإنجليزية وتعني الحجر كانت هناك قبل أن يدخل أي إنسان إلى بغداد أو إذا كان هناك مرض معين يحجر لمدة كذا طبيا فهذا معنى الكارنتينة وكان هناك أيضا مستشفى في الرصافة وثلاثة مناطق أخرى في العراق مدينة الحلة في ذلك الوقت كانت مركز الخدمات الطبية في الجنوب وقسمت بعض الأحيان إلى طبيب أول في المنطقة الشمالية ثم بعد ذلك حقيقة بالتطور طبيب أول يسمى في مستشفى الموصل العسكري وطبيب أول منطقة الشرقية في مستشفى كركوك العسكري وطبيب أول في المنطقة الجنوبية في مستشفى الحلة العسكري أما مستشفىكم العريقة العظيمة التي هدمها المحتل والغاشمون وانهارت تماما في حضورهم في احتلال هذا البلد العظيم تأسست هذه المستشفى العريقة في عام 1938 واعتبرت مفخرة طبية راقية في الشرق الأوسط الجراح البريطاني الذي يدعى نويل إبراهام منح رتبة عقيد ليكون قائدا لطبابة الجيش العراقي منذ عام 1938 ولكن قبلها هو أيضا هذا الجراح الإنجليزي البريطاني قبلها كان مشرفا أو عين مشرفا على طب الجراحة في مستشفى الرشيد العسكري وكذلك في التعليم والتدريس في كلية الطب العراقية منذ نشأتها بالمناسبة أيضا أقول هو نفسه هذا الرجل الجراح العقيد نويل إبراهام أجرى عملية استئصال الزادة الدودية للملك فيصل الأول قبل هذا التاريخ حقيقة ممكن أن نقول أن أول وحدة طبية عراقية تأسست بالحقيقة حقيقة قبل الرشيد وقبل هذه المستشفى التي ذكرتها كان في شهر آذار عام 1921 وهو العام الذي شهد تأسيس الجيش العراقي الباسر وكان الطبيب الخاص للملك فيصل الأول في ذلك الوقت هو طبيب لبناني وأيضا كان برتبة عقيد ويدعى أمين فهد المعلوف استقر هذا الجيش وبدأ بالتطور ونقول في 29 عشر 1936 كان مؤلفا من أربع فرق أول انقلاب عسكري حقيقة حدث بعد غياب الفريق طه الهاشمي قام به رئيس أركان جيش في ذلك الزمان قام به الفريق بكر صدقي ولكنه بعد ذلك قتل عندما أراد السفر جوا من الموصل إلى تركيا في دعش ثمانية 1937 في عام 1941 ونتيجة لتصاعد المد القومي الوطني في ذلك الوقت هيمنت مجموعة من الضباط في وزارة الدفاع وسموا بعدها أو لقبوا بعدها بالعقداء الأربعة وعلى رأسهم صلاح الدين الصباق ثم فهمي سعيد وكامل الشبيب ومحمود سلمان وكان هؤلاء الضباط برعاية رئيس أركان الجيش عن ذاك الفريق الركن حسين فوزي الذي هو أساسا ضد تيار نور السعيد الذي كان يمثل فلسفة التحالف مع التحالف البريطاني وكانوا متوافقين أيضا هؤلاء الضباط برئاسة كما قلت الفريق الركن حسين فوزي العقداء الأربعة كانوا متوافقين مع الشخصية السياسية الكبيرة رشيد علي القيلاني وبتوافق أيضا مع مفتي فلسطين في ذلك الزمان في ذلك الوقت أمين الحسيني تم إلقاء القبض على العقداء الأربعة وجرى إعدامهم خاض هذا الجيش العظيم جيشكم جيش العراق أول حروبه في العصر الحديث ضد سلطات الانتداب البريطاني في حركة رشيد علي القيلاني كما قلت وأولى مشاركات الجيش العراقي كما سنذكر الآن على المستوى القومي والإقليمي وخاصة في فلسطين كان هذا في عام 1948 وعلى أثر إعلان مجلس الأمن الدولي الإعلان الجائر عن قراره في إنشاء دولة إسرائيل في فلسطين التمعون بأن الانتداب البريطاني ترك هذا الموضوع بعد أن حصل على قرار مجلس الأمن الجائر اندرعت حرب فلسطين وشارك جيشكم العراقي الباسل فيها مع باقي الدول العربية والتي هي الأردن ومصر وسوريا واليمن ولبنان وفلسطين كانت أهم المعارك التي خاضها الجيش العراقي معارك الجنين قادها المقدم أمر علي وهي أهم معاركة كانت في ذلك الوقت لو نأتي على الجيش العراقي في حرب أكتوبر عام 1967 وكانت في حزيران شارك بقوة لواء ذلك الوقت يسمى ميكانيكي أي آلي واللواء الميكانيكي الثمانية بقيادة العقيد الركن حسن مصطفى النقيب مع جهد جوي من الطائرات نوع هوكر هنتر هذه حقيقة طائرات بريطانية كانت والميك كما تعلمون نعلم من أين أيضا ميك 17 و21 الدفاع عن الجوال العراقية والأردنية وليأغراض الهجوم بقوة من القاصفات أيضا نوع تيو 16 حقيقة أسقطت أحد طائراتنا فيه على مطار كانت فيه هجوم على مطارنا التالية شمال تل أبيب خلال غارة جوية على ذلك المطار واستشهد الطاقم بقيادة النقيب حسين علي حسين أنا حقيقة أذكر هذه الأسماء للتاريخ والذمة لا أستطيع أن أتجاوزها لكن الأسماء مهمة حين نعلم من هم الرجال الذين أسسوا هذا الجيش العظيم واستشهدوا في سبيل وطنهم لله إن شاء الله وبعدها حقيقة بقتال جوي ووسط طائر أيضا نوع نفس الموضوع هوكر هينتر كان يقود النقيب بسعف الدين أسقط ثلاث طائرات إسرائيلية وكذلك أسقط طائرة قاصفة خفيفة إسرائيلية رابعة بواسط المطادات الجوية على مقربة من الحدود العراقي الأردنية وتم أسر طياريها بعدين استبدل بجنود أردنين أسرى هذين الطيارين في عام 1973 هذه الحرب التي لم يعلم العراق أو يؤشر له بالإعلام عنها كانت في منطقة سوريا واشترك بها بين الجيش السوري والمصري كانوا مشتركين وأما الجيش العراقي حقيقة فلم ينذر بها ولكنه استنفر نفسه بنفسه وكان لي الشرف أن أكون أنا برتبة ملازم أول طبيب كنت في وحدة ميدان طبية دعش في لواء العشرين وكنا في العمارة واشتركنا في هذه المعركة حيث تحرك لواءنا أستطيع أن أقول هذا الكلام يعني أنا كنت هناك ووصلنا إلى الحدود في منطقة الرطبة وكان رمضان وكنا والحمد لله صائمين ثم دخلنا إلى الحدود السورية بدون أي حدود حقيقة كانت وكان معي بعض الجرحة حيث كانت الطائرات الإسرائيلية تقصف الجيش العراقي أن تقدمه من العراق وبعد منطقة الرطبة إلى منطقة المنطقة السورية وإلى أن وصلنا دمشق وأول مستشفى أنا دخلته بنفسي حقيقة ومعي الجرحة الأبطال الشباب العراقيين كان في مستشفى أذكر اسمه مستشفى حرستة ثم هناك حقيقة استقر لواءنا حقيقة وأنا أريد أن أقول أن اللواء العشرين كان مشات ودفع بفوج دفعه مبكرا بالحقيقة إلى منطقة على طريق درعا كنا استقر اللواء في منطقة اسمها غباغب ودفع بفوج من الأفواج إلى منطقة اسمها كفرناسج وهذه كفرناسج حقيقة قريبة من قريبة من على يمينها كان جبل الشيخ كنت أراه وعلى شمالها كانت منطقة الجولان التي كان يناور بها جيشنا العراقي العظيم الدروع لواء مدرعات أو كتائب مدرعات في منطقة الصنمين والمناطق القريبة من درعا أيضا وكانوا متهيئين لعادة الجولان لو لا الذي حصل من الخيانة للأسف وطلب من الجيش العراقي بعد أن انتهى رمضان وكانت وكان أول يوم عيد الفطر طلبت الحكومة السورية من العراق من الجيش العراق ان انسحاب ولم يكن انسحابا حقيقة يعني مرتبا ترتيب العسكري المضبوط ولكنه كان انسحابا إجباريا في يوم الأول من العيد أذكروا أنا هذا بدأ الانسحاب وطلب من جيشنا وأنا منهم أيضا كنت مع وادة الميدان الطبية وبعدين علمتوا أن الجيش كلهم من نفس الاتجاه سرنا ودخلنا دمشق من طريق الغوطة وليس وليس إلى دمشق بالذات يعني حقيقيا لم ندخل دمشق لم يسمح لنا بدخول دمشق عند الانسحاب ودنا بعد أن كنا حماية وكنا غطاء ضد العدو وإلا لكان العدو قد احتل دمشق المنطقة التي سكن فيها لواء العشرين التي كنت أنا معه هي منطقة غباغب ودير العدس بالعمق غباغب لم تكن تبعد عن دمشق أكثر من 25 كيلومتر يعني يعني مثل ما نقول نحن بالبدوي العراقي شمرت عصر يعني ليست بعيدة إذن كان العراق الحماية الأساسية لدمشق من سقوطها وحدث لحدث شخصي حقيقة أريد أن أذكره بالتاريخ أن بعد بعد وقف اطلاق النار حقيقة وقف اطلاق النار هو كان بأمر من الحكومة السورية لذلك الوقت والانسحاب كان بعد بعدنا لازمنا في رمضان كنت قد انتقدت الحكومة السورية وقلت أنها خيانة لأن جيشنا العراقي على السعدات ومهيئ لإعادة الجولان أنا أذكر أن المشات لواء المشات العشرين اللي كنت أحد الطبائي في وحدة ميدان طبية داعش التابعة له لم يكن هو الأساس الأساس كانت كتائب الدروع التي تعود إلى الفرقة الثالثة المدرعة أصل بعض النقاش والإشكال في المنطقة التي نزلت بها قبل أن قبل أن يحل العيد كنت أطلب الاتصال ببغداد والتف حولي بعض الشباب السوريين وتكلمنا حول موضوع أن الجيش العراقي بإمكانه أن يعيد الجولان ولم يبق شيء فحصلت معارك كثيرة حقيقة كنت أنا أنظر إليها وأنا لي الشرف أن أكون جزءا ولو كان بالطبابة منها قدنا إلى العراق إلى بلدنا العراق وسوريا أيضا كانت بلدنا عن طريق الرمادي ثم لم يتهم حقيقة بغداد ذهبنا من جرف الصخر وإلى النعمانية ومن هناك إلى الكوت ومن هناك إلى العمارة هذا الطريق كان حقيقي وحتى الوحدات الأخرى وعلى ما أظن أنها لم تدخل بغداد مباشرة لعبت اتفاقية الجزائر في ذلك العام في عام 75 ما بين العراق وإيران حيث كان حكم الشاه لعبت هذه الاتفاقية دورا مساعدا في تسريع النتائج الصالح الدولة العراقية حين تخلت إيران عن مساند ذلك التمرد مقابل قبول العراق بمناصبة شط العرب معها طبعا هذه الاتفاقية اتفاقية جزائر بعد أن حصل العدوان الإيراني على بلدكم العراق على بلدنا العزيز العراق ألغى العراق هذه الاتفاقية لأن إيران لم تكن ملتزمة بهذا التعهد في ذلك الوقت وعدت بالعدوان على العراق كما هو معلوم في أربعة تسعة ألف وتسعمائي وثمانين بلغت الاعتداءات الإيرانية أوجهها على المخافر الحدودية بحيث اشتكى العراق رسميا من إيران في المحافل الدولية في اثنائش تسعة ألف وتسعمائي وثمانين ألف نعم دخلت كافة القوات العراقية في الانذار المشدد الذي هو نسميه انذار جيم وفي سباة عشر تسعة كما قلت قبل قليل ألغى العراق رسميا اعترافه بالتفاقية الجزائر لعدم التزام إيران عمليا بها بدأت هذه المعركة معركة القادسية الثانية في سباة عشر تسعة ألف وتسعمائي وثمانين حيث شنت الفرقتان الآليتان الأولى والسادسة المدرعة المشاة الأولى والسادسة المدرعة هجوما سريعا تمكنت من خلاله لحمد الله استعادة سلسلة من الروابي التي سبق أن استولت عليها القوات الإيرانية وكانت حقيقة هي في القاطع الأوسط وسميت مرتفعات سيف سعد وسيف أبي عبيدة عامر من الجراح وفي ذلك الوقت أيضا نشطت الدوريات الجوية والبحرية والنهرية العراقية للإسناد والمراقبة كما تعلمون اندلعت الحرب إذا أردنا أن نضع توقيتا ثابتا في الساعة ألف واربعمية هذه توقيت أسكري معناها ساعة ثنتين للظهر يوم 22 شنت ما يقارب من المئتين طائرة مقاتلة إراقية وبموجة واحدة أولية هجوما مباغة على جميع الطائرات العسكرية والمدنية على دعش حقيقة مطار وقاعدة جوية وعلى أهداف منتخبة من القواعد الجوية وفي الدفاعات الجوية الإيرانية وعندها أعلنت الحرب على إيران رسميا وعند فجر اليوم التالي أي بعد 22 شرعت معظم تشهيلاتنا القتالية البرية الإراقية وكان عددها 37 تشكيل قتاليا منضويا في 12 فرقة مهاجمتها قوات الحدود الإيرانية على طول 800 كيلومتر من حدود الدولية طبعا تعلمون أن الحدود الدولية بيننا وبين إيران 1258 كيلومتر إضافة للقوة البحرية والقوة الجوية وطائران الجيش وحقيقة كان ذلك مغامرة كبيرة لم يكن هناك احتفاظ بأي احتياطات مهمة في العمق العراقي وللتسهيل حقيقة نريد أن نقسم الحرب مع إيران أستطيع أن نقسمها إلى أربعة مراحل المرحلة الأولى كانت التعرض الوقائي للقوات العراقية من 22 89 إلى 41 81 كانت تعرضا ما يسمى وقائيا المرحلة الثانية فقدان المبادئة والتحول إلى الدفاع من 51 إلى 12 82 المرحلة الثالثة التعرض المقابل الإيراني وهذا كان حقيقة أطول المراحل وأصعبها وكان حقيقة مهددا لبلدكم بلدين العراق العزيز وكان من 13 82 إلى 16 4 88 وتعلمون ماذا حصل في ذلك الوقت فقدنا الفاو وكان العدو الإيراني على وشك احتلال نناطق أخرى من العراق المرحلة الرابعة مرحلة النصر والحمد لله كانت معارك التحرير وكسب الحرب لصاح القوات العراقية وهي من 17 4 إلى 88 1988 يوم النصر العظيم بعد أن حررنا الفاو وكسرنا هؤلاء المعتدين انهارت القوات الإيرانية بكاملها وأعلنت وقفا نهائيا لإطلاق النار وقبولها بقرار المجلس الأمن الدولي 598 في 6 88 ثم العراق أعلن وقف إطلاق النار بعدها بيومين أي في 88 88 في حرب الخليج الثانية اختصارا في فجر 82 1990 شن جيش الحرس الجمهوري بقيادة الفريق الركن أياد افتيح الراوي لثمان فرق هجوما كبيرا واشتاح الكويت خلال هذا اليوم وعندما رفض العراق الانسحاب من الكويت بالشروض الدولية المجحفة والضاقطة على كرامته وافق العراق في مواجهة عسكرية لقيادة الولايات المتحدة الأمريكية فاندلعت حرب الخليج الثانية في 17 1 1991 ولمدة 43 يوما في عام الحزن والأذى احتل بلدكم العراق قبل العالم الغاشم وأقولها هكذا في عام 2003 على الرغم من عدم حصولهم الأمريكان خصوصا على قرار دولي وجيز الحرب على العراق أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ومتحالف محدود مع إسبانيا وبولغاريا وإستراليا الحرب على العراق في ليلة 23 2003 شرعت القوات الأمريكية والبريطانية بالهجوم من الكويت ومن خلال ومن خلاله وبعد 21 يوم احتل الغزاة بغداد وكان ذلك كما تعلمون بسبب حصار سابق لهذا جائر لمدة سنوات كثيرة وعدم امتلاك العراق من الأسلحة ما يؤهله للدفاع والمناورة أصدرت قيادة الاحتلال الأمريكي من خلال الحاكم الأمريكي بقرار جائر قرارا بحل الجيش العراقي وذلك في يوم 23 2003 لينتهي كما تعلمون بشكل مأساوي تاريخ جيش عريق باسل من أعظم جيوش الشرق الأوسط أريد أن أذكر في نهاية كلامي عن هذا الموضوع المهم بتأسيس الجيش العظيم الجيش العراقي في ذكراه هذه أريد أن أذكر أريد أن أذكر رجلا كريما وكنت مقربا منه في ظروف معينة في بغداد ويشرفني أن أذكره وهو اللواء الركن محموشي تخطاب رحمه الله ويقول قال اللواء رحمه الله محموشي تخطاب عن مشاركة الجيش العراقي وقتها وقد كان من الضباط المساهمين فيها ولا سيما معارك جنين في حرب فلسطين عام 1942 لقد لقن قال لقد لقن الجيش العراقي اليهود دروسا قاسية في معارك جنين وسواها ولو كان الأمر بيده لقدم لفلسطين أضعاف ما قدمت حقيقة في هذا الصدد أيضا يقول الباحث الفلسطيني الدكتور مصطفى أن أعداد الشهداء العراقين في فلسطين كانت كبيرة وهذه الأرقام تثبت بما لا يقبل الشك بطلان مقولة بينقوسيا بالعراقي كلمة عراقية وقالها بهذه اللهجة قال ماكو أوامر بطلان هذه المقولة في كل ما يتعلق بالمشاركة العراقية في الحرب وتأثيرهم المباشر على سيرها في مناطق التماس التي تواجدوا فيها وقال أيضا ولا تقتصر منجزاتهم على هذا العدد من الشهداء فحسب بل يمكن الادعاء أن تواجدهم في الوقت المناسب منع تهجير عشرات القرى في مناطق فلسطينية كثيرة لم يبقى لم يبقى لي إلا أن أمجد هذا الجيش وأقول في قصيدة قلتها حقيقة ولا أذكرها الآن لكن أقول فرض هواك وفي سواك نوافل بارك الله بجيشنا الباسل الذي سيعود إن شاء الله مباركا منصورا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجدد شكرنا لللواء الدكتور عبد الودود القيسي ولكم حضورنا الكرام على أمل اللقاء بكم في مجالس قادمة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة